أبقى البنك المركزي الكوري على توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام عند ثلاثة وثمانية من عشرة بالمئة كما توقع أن يحقق الاقتصاد الكوري نموا بنسبة أربعة بالمئة في العام القادم وكان محافظ البنك المركزي الكوري كيم تشونغ سو قد أعلن عن هذه التوقعات في مؤتمر صحفي اليوم مشيرا إلى ظاهرة التعافي في الاقتصاد الكوري والعالمي وفي سياق متصل قال البنك المركزي أن نسبة التضخم سوف تكون اثنين وثلاثة من عشرة بالمئة في هذا العام وهو ما يقل عن توقعاته السابقة وتظهر هذه التوقعات أن البنك المركزي الكوري قد توصل إلى نتيجة مفادها أن تقليص برنامج التحفيز المالي في الولايات المتحدة إضافة إلى ضعف عملة اليابان سيكون لهم تأثير محدود على نمو الاقتصاد الكوري